أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم يمر الآن بأزمة لم يشهدها منذ عشرات السنين مضيفا أن الحكومة ترى في هذه الأزمة فرصة للعمل على الإسراء في بعض المسارات المهمة على رأسها قطاع الصناعة والتصدير تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عقده مع رؤساء ومسؤول المجالس التصديرية بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية لإعداد ورقة عمل عما يكون هدفها مضاعفة الصادرات على أن تكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدى وكلف مدبولي بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة وألية التخصيص بنظام حق الانتفاع وكذلك ألية الشراء ونظام السداد بالإضافة إلى إجراءات تيسير الحصول على الترخيص من جانبهم طالب المصدرون بأن تكون هناك حزمة تحفيزية للاستثمارات المحددة المطوبة بحيث لا تكون متاحة للجميع مقترحين أيضا أن تكون هناك خطوط شحن محلية للدول الأفريقية ترجمة نانسي قنقر